موسيقى اهلا بحضراتكو لكم التحية والنهاردة في الجزء التاني من الحلقة حنتكلم مع ضيوفي لانه مع الحرب العالمية الروسية الاوكرانية وقبلها ازمة كورونا اندلعت الازمة العالمية المالية في كل دول العالم كالنار في الهشين اصبح العالم كله دون استثناء بيعاني من التضخم وارتفاع الاسعار وده دع حكومات العالم لوضع خطط انقاذ ما يمكن انقاذه نهاردة ان شاء الله في الجزء التاني من الحلقة حيكون معانا دكتور احمد شوقي وايضا حتشرفنا دكتورة رانيا الجندي ونشوف رؤيتهم ايه في هذه الازمة للحد من هذه الازمة حتى لا تتفاقا اكتر من كتا نتكلم كمان عن مشاركة القطاع الخاص هنكلم معاهم عن كيفية جذب استثمارات اجنبية جديدة وحيكون قراءة ايضا في تصرحات معالي رئيس الوزراء اليوم لانه في الحقيقة تصرحات في غاية الاهمية من الامارات النهاردة القوات المسلحة تقضي على عشر عناصر ارهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء والحقيقة اللي يشوف الفيديو وانا هزيعه على حضراتكو دلوقتي يخلينا نسأل سؤال ممكن يبدو انه هو سازج لكن محتاجين حد يوضح لنا السؤال ده ايه فكرة عودة زهور الارهابيين مرة تانية وهذه العمليات خليني ارحب سيدة العميد خالد عكاشا مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية سيدة العميد خالد مساء الخير فانت اهلا بحضريتك اهلا بحضريتك واهلا الاولى تلاقي المواطن بيسأل هو ليه بقى في عودة تاني للارهابيين لتنفيذ عمليات داخل مصر تحديدا بنتكلم على شمال سيناء اه اه كنا تحدثنا مرة سابقة مع حضرتك على مسألة ظاهرة الارهاب هي ظاهرة مروضة ظاهرة اه اه يعني بالقوات المسلحة او الابيزة الامنية في اي منطقة في العالم بتحقق نجاح بتحقق استقرار وبتحقق تطهير كامل للمناطق اللي كانت مستهدفة من التنظيمات الارهابية لكن يظل الارهاب طوال الوقت بيحاول يخطط لا استغلال فرص دولية فرص اقليمية من اجل العودة مرة اخرى اه هناك شكل من اشكال العمل الانتقامي قبل التنظيمات الارهابية تنظيمات الارهابية اه لا تريد لشمال سيناء على اه وجه التحديد ان تشهد اه حالة من حالات التنمية والتطوير والتحديث وبناء المشروعات اه اللي الدولة يعني مكسفة جهودها فيه من خلال العامين الاخيرين على وجه التحديد نعم ساعدة فضاء على اه الانهاب وهنا ده هدف من الاهداف الرئيسية للتنظيمات الارهابية بتفضل طول الوقت مناطق اه اه سائلة مناطق غير مستقرة اه فيها حالة من حالات الفوضى وده اعتقد اللي جعل القوات المسلحة المصرية مرة اخرى اه تستعيد زمام المبادئة وتتعامل مع الامر بكل حسن وبكل اه اه جهدها اه في انها لا تسمع بالعودة مرة اخرى باي شكل من اشكال اي اه نشاط ارهابي على الاراضي في شمال سيناء وده واضح من العملية الاستباقية اه اولا واضح نهاردة من العملية الاستباقية اللي تبعنا اخبارها وفضأ على عدد كبير من الاراضيين والوصول الى ملازاتهم الامنة وضبط الاسلحة والعبوات المتفجرة ومواد صناعة العبوات اللي بيستخدموها وكان ده تجلى خلال الاسابيع الماضية في اجهاض محاولة الاجبوم على محاصف تحليل المياه وايضا صد الاجهزة الامنية التابعة للوزارة الداخلية لمحاولات ارتكاب اعمال ارهابية ضد نقاط امنية في مداخل مدينة العريش وغرب مدينة العريش كل هذه الضربات الاجهاضية والاستباقية اللي احنا اصدها النهاردة يدل على ان الاجهزة تفهم المعادلة كويس جدا ومدركة تماما انها العودة الى ممارسة اي شكل من ترويع المواطنين واهالي شمال سيناء او تعطيل البرنامج التنموي دي خطوط حمراء لم تقبل بها الاجهزة الامنية ووغد تعليمات مباشرة من القيادة السياسية سمعنا دوت في الاجتماع المهم اللي كان مع القيادة العامة لقوات المسلحة واعضاء القيادة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هناك خطوط حمراء حقيقية للدولة المصرية ان لن تشهد شمال سيناء مرة اخرى اي شكل من اشكال التهديد واتمضي عملية التنمية وخط التنمية المصرية قدما الى الامام وفي نفس الوقت العمليات المكافحة والملاحقة وجمع المعلومات وتوجيه الضربات للارهاب اليد الاخرى بتنمي وبتعمر وبشتغل في المشروعات الكبيرة اللي بيستفيد منها هالي سيناء وبنستفيد منها جميعا كمصريين نعم طيب سيادة العميد خالد كمية المضبوطات اللي تم الحصول عليها واللي تم دبطها الحقيقة اشكلها مرعب واضح انه كان فيه مخطط كبير صحيح ما هو يعني لما نتكلم على مسألة استعادة انتاج الخطر والتهديد التنظيمات ما بتخشش علشان تعمل عملية منفردة وتكتفي بيها او ان تهديد عابر لا هي متخيلة انها من الممكن انها تعيد مرة اخرى سنوات 2011 و12 و13 سنوات التوتر والفوضى والتهديد هي التنظيمات داخلة بتحاول انها تحطل نفسها مواطق اقدام عايزة تستسمر الوقت اللي العالم كله ربما منشغل بأزمة روسيا واوكرانيا وغيرها من الانشغالات الدولية المهمة هي كانت متخيلة ومرهنة ان من الممكن انها تعيد الاستقرار في شمال سيناء مرة اخرى وجدت ان ليه معادلة معادلة خطيئة قوات المسالة المصرية مدركة تماما حجم التهديد وادرة ما تتعامل معاه وادرة انها تقضي عليه وهي عندها يقين تام بان عمليات التنمية لا يجب ان تتوقف على الاطلاق وادا احد مهام مكافحة الارهاب الاساسية زي القضاء على الارهابيين او القبض عليهم او تطهير المنطقة منهم لا يا مدركة تماما ان التنمية في هذه المناطق هي هدف رئيسي للدولة المصرية زي ما هي هدف لقوات المسالة وهي هدف المصريين جميعا نعم نهاردة يمكن في حاجة مختلفة في البيان او في العملية تم القبض على احد العناصر الارهابية المصابة قبل التمكنه من الهروب اعتقد القبض على احد العناصر وهو مصاب ما ماتشي وفي نفس الوقت ما هربش اعتقد ده صيد سامين انا اظن كده وبتفق مع حضرتك تماما القوات المسلحة وقوات مكافحة الارهاب الحقيقة بتبقى داخلة بيبقى هدفها الرئيسي محاولة القبض على هذه العناصر وهي على قيد الحياة لان بيبقى مهمة بالنسبة لها جدا جدا اولا اخضاعهم للتحيئات القضائية وانهم يتلقوا عقابهم القانوني وايضا استقاء كافة المعلومات من الممكن انها تساعد وتساهم في رسم الخريطة المعلوماتية لهذه النشاطات الارهابية الارهابين تعودنا عليهم ان هما بيخشوا لفسينا حزيمة ناسفة بيخش بيعمل عملية انتحارية وهو مدرك تماما ان نسقوطه في صبدة العدالة ده معناها نهايته شفنا ده في اكتر من عملية الحياة سابقة بيبقى السباق بان ما بين ان القوات اللي داخلها عايزة تحافظ على حياته علشان تقبض عليه حي وانها تشتغل على الامر بشكل قانوني وبشكل متدرد بخطوات بنيابة بخضاء بغيره نحصل على المعلومات ده كمان ده في غاية الانمية نعم نعم وبيبقى النحية التانية على الجانب الاخر الفرد الارهابي بمجرد ما بيلاقي نفسه ان هو في معجة القوات المطلحة او الامر بيجد ان هو خياره الوحيد هو الموت لانه مدرك بانه مهزوم لا محالة وبيبقى بيسارع بالقضاء على حياته بكل الصور الممكنة بل بوا بيكون مستعد لده مسألة الاحزمة النسيفة والعقوات اللي بيبقى مرتديها دي برضو شفناها وشافتها الاجهزة التحقيق الحقيقة في اكتر من عملية صف سيدة العميد خالد معرفش حضرك صحح لي لكن انا بشوف ان ميزة العمليات الاستباقية انه من مميزاتها ان احنا الحمد لله ما بنخسرش حد من رجال القوات المسلحة طبعا دي بتبقى يعني عملية مخططة لها وده وده صحيح والحضرك بتذكوريه ده واقعي تماما وبيتم فعلا على المستوى التكتيكي ان يكون القوات لديها خريطة معلوماتية يعني اعايزين ايضا نتحدث مع الرأي اللي عم تفهمهم في جهد كبير جدا معلوماتي بيصبط عملية زي اللي احنا كنا اصادها النهاردة يعني لو قلنا ان عمليات جمع المعلومات ورسم القطط الاستباقية لهديه الضربة اللي تنت النهاردة ربما معانا لا يقل عن شهر مثلا على اقل تقديم تلاتين يوم منذ العملية اللي تبعناها من شهر فات ربما من هذا التاريخ بدأت الاجهزة المعلوماتية تشتغل تحدد مسارات تحدد الملازل الامن اماكن الاختباء المخازن وبتبدأ تحط خطة محكمة وهي عندها توقعات وتقديرات الحقيقة النهاردة لكل سيناريوات لكل سيناريوات ولمكامل الخطر لان القوات داخلة وهي طبعا يهمها في المقام الاول لتحفاظ على ارواحها وارواح الضباط والجنود وقال لا تخسر احد من ابطالنا اللي بيجابه هذا النوع من الخطر لكن قد كده لما بتبقى الخطة محكمة ودقيقة زي ما كنا النهاردة بتبقى الضربة كسحة وقاسمة وفي نفس الوقت بيعود ابطالنا سالمين الحمد لله مفيش خسائر بنصل الى المكان المستهدف بصورة ايجابية وفي المكان والزمان المزبوط وبيبقى عملية المدهمة والمفادقة والمبغتة على الجانب الاخر بيشل حركته وبيجعل قدرته على انتاج الخطر في حاجة قوات الهجوم وقوات المكافحة اقل كتير جدا جدا وبيبقى المسألة عملية عشوائية بالنسباله اشتباكات نيرانية القاء عبوات تفجير للنفس كما اشارنا يفجر نفسه ويفجر زميله بحزمة ناسفة ده اللي الارهابيين بيجدوا نفسهم امامه حتى يفلتوا من العقاب وحتى يعني لا يقعوا في قبضة قوات انتاج الخطر هل فيه اي معلومات عنهم عند حضريتك فندم عن العناصر الارهابية اللي تم التعامل معاها والمصاب اللي تم ايضا التحفز عليه هل عند حضرك معلومة تبع اي تنظيم تبع اي مجموعة يعني حتى الان يعني لم تخرج المعلومات موجودة لدى جهات التحقيق حتى الان حتى اللحظة لكن اللي نقدر نتكلم عنه بيعطين ان هدي المجموعة من المجموعات اللي لبما شاركت وخصصتت فيه العمليات الارهابية اللي تمت في محطة المياه او العملية اللي كانت بتحاول انها تهاجل نقطة حدودية كلام ده كله حصل من حوالي ثلاثة سبيع او شهر مضى كان هناك اعلان خلال البيان من القوات المسلحة واعلان شفاف الحقيقة بان عمليات الملاحقة وجامع المعلومات مستمرة بحق هؤلاء انا متأكد ان النهاردة ان احنا حصاد معلوماتي مهمة وان هذا الجهد نجح الحمد لله المجموعة بتاعت النهاردة لها ارتباط وثيق بالهجمتين الصادقاتين دي وهنسمع خلال الايام او الاسابيع القادمة تبعيتهم لاي تنظيم اي معلومات عن انتماءاتهم عن جنسياتهم عن غيره ده هتفصح عن وجهات التحقيق ان شاء الله خلال الاسابيع القادمة نفسي قوي يعرفوا معلومة التمويل منه ومن اللي تم الابضع للمصاب ده ان شاء الله كل دي معلومات هنتابع مع حضراتك فاندم الملف ده بعد اذنك ستلعمية تحتام بشكرك بشكرك شكرا جزيلا بحب دايما اجيب لحضراتكو اخبار تراجع الاسعار او الانخفاض يعني ببقى مدهي قوي انا بقولكو عن الارتفاع لكن امر واقع لازم نتعامل معه لكن النهاردة في انخفاض من 20 ل 500 جنيه تراجع سعر طن الزيوت المستوردة خليني ارحب الاساس حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية اساس حازم مساء الخير مساء الخير على حضرتك وعلى شهازم السرام اهلا بحضرتك اهلا بي اهلا بحضرتك حب قوي نحن نكلم المواطن على تراجع الاسعار انخفاض الاسعار يعني يعرف بتدي كده امل في الاشياء التراجع راجع لي ايه التراجع راجع للقوة الشرائية للناس العالم كله مش احنا بس يعني في تراجع القوة الشرائية اي طبعا بيأثر طبعا قوة الشرائية السوق عرضه طلب طبعا في حاجات طبعا بعد ما زادت بيادة يعني مش طبيعية بتدي بترجع تاني الاسعار يعني موجة الغلوة اعتبر شبه انتهته بتدي تراجع السلع يعني من دلناه الزيت النهاردة نزل تارو الزيت السوري نزل حالو ده سؤال لحضرتك هو التراجع على الورق بس ولا ايضا المستهلك حيلاقي فيه تراجع حقول لحضرتك ما هو التراجع دوت يعني مش لحظية بيتحس بيه يعني ينتجي بقى المنتج اللي انه طبعا احنا كتجار يعني ملناش دعوه بالتسعيره او ملناش حلاقة بالتسعيره المنتج هو اللي بيحطه يقوضق للتسعيره حسب الكمات ومستلزمات الانتاج بتاعته طبعا احنا عن نفس ده يعني كتجار يعني الافضل اللي بقى الاسعار تبقى حلوة وقويصة ومستفضة مع انه اول خبر ارتفاع بتروحه رفعين الاسعار على طول لا بالعبس ده احنا في التراجع اللي انا بيكونش في نفس التوقع ده احنا عايزين الدنيا ترخص والدنيا تبقى قويصة لان طبعا لما الدنيا ترخص كتجار مواجهة ده حاجة فايدة ليه لان طبعا سوى الدوران رأس المال بتبقى اكتر طبعا من الحجم بتتغالي اللي بيشتري مثلا اللي عايز يشتري مثلا نص كيلو لا بياخده بيع كيلو طب امتى المواطن يشعر بالتراجع ده في السعر الزيت طبعا بقى المنتجين هم اللي بيحطوا الاسعار حسب بقى السمات المستدامات المستدامات زي ما بيبلغ بالزيادة بيبلغ بفضل الاسعار طيب نفس الحكاية بالنسبة للرز نهاردة دكتور علي مستلحي وزير التمهين قال انه مش هيسمح بزيادة سعر الرز عن 13 جنيه بحد اقصى طبعا هكذا الاسعار بالرز بالزيت لنا ده منتج محلي يعني مش مستورة ده يعني ده احنا بنزع الرز احنا عندنا زيت بالرز سعره كان موسم اوله كده كان منازل كويس سعره كويس سعره كام كان النهاردة فاند كان سعره كام النهاردة سعره 14.500 تاريب اللتر 14.500 تل الايه السعر السعر 14.500 يعني التل ب14.500 يعني ب14 جنيه ونص مانا بسأل حضراتك ده المواطن بيشتري لتر الزيت ب14 جنيه ونص لا يعني الروز تكلم عن الرز دلوقتي اه اه تمام الرز اه اه المواطن بيشتري لتر الزيت دلوقتي ب37 جنيه ب37 جنيه الحر طبعا احنا مش هزين يعني طبعا الحكومة بتعمل مبادرات كلنا واحد ومنافس كبات المسلحة والعربات المتلقلة طبعا بتعمل توازن شوية بالسعر بتطرح سلع محفظة بنسبة 30% تمام على سبيل المثال السكر ب10 جنيه ونص اللحمة اه في السوق ب160 وب180 اللحمة لكن لكن الرز حضرتك بمئة جنيه الروز حضرتك بتقول لي انه اه سعره ما تعدش التلاتاشر لا ما تعدش التلاتاشر ما تعدش التلاتاشر تمام بشكرك بستاذ حيازم المنوخ بشكرك شكرا جزيلا خليني اطلع فاصل وبعد الفاصل هتشرفني دكتورة رانيا جيندي وايضا دكتور احمد شوق هنتكلم في زي ما قلت لحضرتكو كده برؤيتهم ايه في الوضع الاقتصادي ازاي كمان من وجهة نظرهم نلحق الازمة قبل ما تتفاقم او تزيد اكتر من كده مهم جدا ان احنا نستمع لقراءهم بعد الفاصل انتظرونا برحب بحضرتكم مجددا وبرحب بضيوفي دكتورة رانيا جيندي اهلا بحضرتك معنا اهلا بحضرتك مشرفاني اهلا بيكي دكتور احمد شوق مشرفني اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك دكتور احمد شوق انا من الناس اللي او من الشخصيات اللي بحب قوي انه احنا نبقى جزء من الحل ما نبقاش اسباب بتصعد المشكلة اصلا مشاكل كلنا عارفينها و يعني ما فيش حد فيش اي مواطن مش عارف ان احنا ما عندناش مشكلة اقتصادية زينا زي اي دولة في العالم و بحب كده ضيوفي هم جايين ما يجوش بيدهم فاضية يعني كل واحد فيهم يبقى جاي في ايده حلين ثلاثة كده ونعد نتنقش فيهم عايزة رؤية حضرتكو علشان الازمة الاقتصادية اللي يعني العالم كله بيواجهها دلوقتي احنا في مصر نقدر نعمل ايه رؤيتكو حتى لا تتفاقم هذه الازمة الاقتصادية اللي بتمسينا احنا جزء اصيل من العالم ابدأ بكي دكتورة راني فضال يعني باختصار كده بنتكلم عن مصر يعني بنتكلم مية وتلاتة مليون تقريبا نسمة بنتكلم على نسبة مشاركة المرأة كبيرة جدا في العمل ايه بنتكلم ان المرأة تقلدت مناصب قيادية كتير في الوزارات يعني احنا ماشيين على الركب بنتكلم على التغيير المناخي بنتكلم على الاقتصاد ونظرة وانا ماشيين زي الفل اه دارة اللي بتدير المنظومة ولكن لما بنكون بندير غير لما يكون فيه استشاريين حواليا بيقولولي يعني فيه لمبة هنا خد بالك من الحتة تمام وده اللي اتكلم عنه رئيس الجمهورية واتكلم عنه رئيس الوزراء قالك زيادة نسبة القطاع الخاص اللي احنا شايفين ان هي بتقل لعا وكمان وزارة التخطيط لما جات اتكلمت وقالت ان انا عندي الاقتصاد الموازي هي ذكرت السبب لان هي كانت انسانة واضحة جدا وانا هنا يعني بشجع المرأة في كل حاجة يعني زي ما انا بشجع وجودي مع حضرتك مدرس دي فقالت هو انخفض وصل لنسبة 25% زيادة 5% من العمالة اللي هي الغير منتظمة اللي ملهاش اوراق منتظمة لكن ده سببه ازمة كرونة تمام وتخرج بعض الاستثمارات من تخوص المحاطر من كل الدول اللي انا شاء من كل الدول طبعا فهي احنا هنا بنحط ايه اللي حصل انه ده يعني شيء كويس جدا وينخفض الاقتصاد الموازي ولكن هو انخفض لاسباب انا عايز اشتغل ان انا مش اخفضه لان اجذبه للقطاع الحقيقي ما يبقاش اقتصاد موازي لانه هو حير فعلي الناتج المحلي الاجمالي بتاعي طيب خليني افهم كده انه دكتورة رانيا شايفة فكرة الاقتصاد غير الرسمي طبعا للاقتصاد الرسمي طبعا شايفة ان دي نقطة من النقط اللي محتاجين نتعامل معها دلوقتي وده نوع من انواع او او جزء من رؤية حضرتك تجاه النحو هو ده الوقود اللي هيقود المركبة طيب دكتور احمد ما هنيجي نتكلم تحديدا عنه الازمة اللي بيمر بيها العالم اي كله احنا دلوقتي عندنا مشكلة احنا بنقول احنا عندنا تضخم تمام ينزود انتاج تمام عشان نبقى ماشيين كده بصراحة صحيح طيب هل احنا هنا في مصر هنتكلم في ان انا اقلل استهلاك الناس الدولة الفترة اللي فاتت ابتدت تتجه الى ان انا هوفر كافة السلع لكل المواطنين وبالتالي انا كده ما بقللش استهلاك يبقى انا عايز ازود ايه انتاج هزود انتاج ازاي واحد احنا كلنا الفترة اللي فاتت لكن حضرتك شايف ان احنا لا مانع ان احنا نقلل استهلاك هو طبيعي ان انا نقلل استهلاك انا واحد من الناس قللت استهلاك ايه عشان نتكلم بصراحة انا غيرت اولويات وانا كمان في الزل الازمة دي ايه طيب انا هزود انتاج ازاي احنا عندنا هنا فاكتور مهمة اوي او عنصر مهمة اوي في مصر وهو المانفاور او هنقول العمالة كلنا بنسمع ونتكلم احنا عندنا مشكلة اللي هي زيادة سكانية انا شايف اه ان دي مش مشكلة دي عنصر قوة دول استخدمتها دي عنصر قوة لازم نشتغل عليها عشان نمصل للحل التاني نزود الانتاج اه نزود الانتاج ازاي احنا مش بعيد خالص عن دول العالم زي ما كلنا شفنا دول كتير اوي بتدت تبتدي بحاجات مشروعات زغيرة اه موجودة للقطاعات كلها وبالتالي انا محتاج ابتدي اكتر اخش في المشروعات المتنية الصغر عشان الافراد تنتج وبالتالي لما الافراد تبتدي تخش جوه المنظومة زي ما دكتورة رانيا قالت اخرج الناس ما امن الاقتصاد غير الرسمي دي تتحطي تحت بند خطة ايه متوسطة خطة قريبة خطة بعيدة ببساطة شديدة انا عشان ابتدي اشغل المشروعات المتنية الصغر الموضوع مش صعب خالص البنوك بتدي تمولات بتوصل لغاية متين وخمسين الف جنيه للمشروعات المتنية الصغر وانا موضوع مش صعب خالص فبالتالي انا شايف ان دي هتبقى من قصيرة للمتوسطة وليست طويلة الاجر لان انا معلش انا اللي هيعمل ورشة نجارة دلوقتي احنا في الازمة اللي احنا فيها احنا دلوقتي الدولة وقفت على سبيل المثال استيراد السيارات وبالتالي وقفت قطع الغيار ابتدى هنقول تحديدا المراكز السيارات تعمل ايه تبتدي تعتمد على بعض الورش في تصنيع قطع الغيار الزغيرة عشان تبتدي توفر سيارات وبالتالي ده انا بكلم حضرتك في ايه في عنصر واحد وهو قطع غيار سيارات فبالتالي انا الورش دي محتاجة ايه راس مال كبير لا مش محتاجة راس مال كبير خالص انا محتاجة تجيله راس مال يبتدي يقدر يجيب مكان الخراطة على سبيل المثال تصنيع المواسير مثلا على سبيل المثالية يبتدي ينتج بدلا ما احنا واقفين عن ترشيد استهلاك احنا رشد استهلاك بس في نفس الوقت نزود انتاج هنزود انتاج احنا هنزود ناتج محل اجمالي هنزوده هنزود معدلات نمو احنا الدولة بتستهدف ان اعنا وصلت 6.2 طيب سؤالي لحضرتك لحضرتك قلته ده نحطه تحت بند ايه يعني دكتورة راني قالت ان هي شايفة لازم ناخد اجراءات سريعة لدخول الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسم تمام جايس وحسألها ازاي حضرتك قولي تحديدا عنوان عنوان اه شايف دلوقتي هاخد من قيمة اصول اللي موجودة عندنا في الدولة ده معنى ايه انا عندي مثلا القطاع المصرفي على سبيل المثال عنده ودايع بيستثمرها طب الودايع دي انت بتستثمر في مشروعات صغيرة متوسطة متنهي الصغر ما خدش حجمه فبالتالي انا زود التركيز بقى على اه او تمويل المشروعات متنهية الصغر تحديدا ده اللي احنا عايزين نبروزه عشان نبتدي نزود او ندفع من عجلة الانتاج بشكل اكبر خلال الفترة اللي جاية مش لازم كل التمويل بتاعي يروح للميجا برويجكت اه هو ده مطلوب عشان نقول لا لان احنا بنعمل بنية تحتية بنعمل مشروعات كتير بس في نفس الوقت ما فيش ما يمنع ان انا عمل لهم مبادرة زي ما انا عملت ايه موجود لأ المتناهي الصغر مش موجود له مبادرة بالحجم الكبير هو الموجود للمشروعات صغيرة ومتوسط لأ انا محتاجة اعمل لهم هما كمان ايه مبادرة هما كمان عشان اشجعهم اكتر يخشوا بقى دوه الاقتصاد الرسمي يبتدي يبقى عندي هنا خرقتك من الاقتصاد الموازن اللي هو يعتبر مشكلة كبيرة زي ما دكتور رانيا اشارت يبتدي ندخلهم جوا الاقتصاد الرسمي وبالتالي هزود معادل انتجية الفرض هو من نفسه لما هيبتدي ينتج اكتر هيبتدي يقلل في الاستهلاك بالتالي هبتدي حقق بقى اللي بيقول عليه الدستور المصري تحقيق الرفاهية للمواطن من خلال ايه ان هو يشتغل ينتج يبقى معاه في نوس يبتدي يصرف يبتدي يحقق يجيب كله متطلبات على العيش ما عودش بقى قاعد انا عندي مشاكل مش قادر الدولة طب وانت فين تعالى يرجع لحضراتك دكتور رانيا ويقولي لي حاجة تانية كعنوان غير ضم او محاولة جذب الاستثمار غير الرسمي الاقتصاد الرسمي واللي طبعا قاله سيدة رئيس الجمهورية التخارج وثيقة ملكية الدولة والتخارج بعشرة مليار سنوي عشرة مليار دولار سنوي جذب الاستثمارات والعربية وده طبعا مهم جدا طبعا وعن طريق اسوأ المال يعني لو سعنا وقتنا نتكلم في ده بس خليني يقول هنا انه الاستثمارات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة اكتذاب الاستثمار الموازي اللي كان فيه بند في قانون 2017 بنتكلم عنه باب كامل بنتكلم عنه باب فاندن ما بيحصلش بالفعل ليه ليه ما بيحصلش بالفعل فيه عرقيل صحيح العرقيل اللي موجودة انه واحد بيجي عنده مصنع صغير يعني انا اسمحي لي اقول عليها لفظ الدارج هو بير السل تمام تمام يعني عنده ورشة عنده مصنع عنده آلة واحدة بعت جابها بسعر كذا بيبتدي يصنعيه يبتدي نوك دور للبنوك يقول له انا محتاج تمويل يقول له اه من كذا لكذا مش عارفة ايه طيب بكام لأ بفايدة متنقصة 6% او دهية يبتدي بقى يقوله ايه طب اديني فلوس عشان اشتغل يقوله لأ ما انت لازم تشتغل مع نظاميين زيك ودخلوا سوء الحقيقي زيك فيبتدي هنا تكلفته تعلم يبتدي هنا لما يعوز يشتري فلوس الفلوس علشان المخاطر ودي انا يعني ما بكلمش فيها انا بنتكلم في الحلول احلها ازاي قبل ما تشتري اي حاجة تعالي بالفاتورة بتاعتك وانا ادفع حالك هنا حصلت عرقلة علشان يشتري بيلاقي فيه فرق سعر تقريبا 100 من لما كان الراجل الغير نظامي اللي كان بيشتري منه والنظامي وهنا خلينا كلم برضو الدرايب الدرايب عندي مشكلة كبيرة جدا معاكم حتى لو في درايب مع مين اي الدرايب معكم بس كان هما ما حدش عارف عنهم حاجة خليني اقول لحضراتك ما هو هو في رقم واحد من الدرايب درقب وخايف خايف جدا محتاجي يتطمن يعني احنا دلوقتي هنقول وسائل جذب للقطاع غير الرسمي علشان نقول له هو فيه محفزات من 3 ل 5 سنين في عملية الضم ولكن هو بيشوف برضو قضايا كتير يا فن بيشوف برضو مشاكل كتير جدا في الدرايب بيشوف حتى المصالحة اللي موجودة دلوقتي اللي بصراحة كلنا سعداء وزير المالية منزلها لسه يعني لم يتم البت فيها لم يتم اخذ قرار نهائي احنا عندنا رجال اعمال اسمقهم معروفة جدا عليهم قضايا تمث ده فده حتى ما بيؤهلهم شانا هما يدخلوا انتخابات يدخلوا مجالس النواب فاحنا عايزين بقى نغير الفكر ده احنا رئيس الوزراء قاعد بنفسه مع كبار المستثمرين صحيح فدي خطوة ايجابية بقول له حط ايدك في ايتي ايه مشاكلك ايه معوقاتك تاني يوم السبح اصدر قرار مع البنك المركزي كان فيه قرار لا رجع فيه قالوا لا نرجع فيه ايه ورجع فيه بالفعل وده كويس وبالتالي ده حاجة كويسة جدا خطوة مهمة طبعا خطوة بتدي تماؤنيننا وبتساعدنا ان احنا ناخد الخطوات اللي بعديها يعني دي اهم ايه تاني جذب يا دكتور احب انا شايف بقى القطاع المهم قوي في الفترة دي هو قطاع الصناعة لا عفوا ايه تاني ممكن نقدمه للقطاع غير الرسمي انه ينضم للقطاع الرسم اولا من ضمن الحاجات اللي بنشوفها في الواقع العملي يمكن كان فيه تنويه بيها الفواتية عفوا دكتور احمد شايفة انه هو مثلا يعفى ابنى الدرائب لفترة شايفة يعني محتاجين نتراح رائعية او حلول او رؤية هو انا يعني ضد ان انا اهدر على الدولة موارتها فانا مش مع اني اعفين الدرائب افضل هنا اقصت له الدرائب اقصت له سداد الدريبة ازاي افضل هي زي الدرائب في البورسة اللي عملت ازمة هي قصة مش قصة الدريبة يعني ادفع حق الدولة قصة اني ما بكسبش بالفعل وبيتم احتساب الدريبة بطريق يعني مغالة فيها في بعض الاحيان تعمليها ازاي لازم نعملها هي دي المرونة بقى ازاي ان انا تمتع بالمرونة ازاي ان انا مرهبهوش لو حصلت اي مشكلة مفيش حاجة اسمها ان احنا حنتناقش مفيش حاجة اسمها قضاء القضاء ده منهي تماما ده اخر الحلول ان يتحول للقضاء يعني ارغبوا في المسألة ارغبوا في المسألة مش تعملوا عملية ترهيد تمام وهنا بقى هنأكد على نقطة تانية كان دايما ما بنيجي نشتغل في القطاع المصرفي هو القطاع المصرفي مش هدفه ان انا روح احبس طبعا مخاطر الممول لا الهدف عندي ان انا ايه الكشف له بتاعه يجي ويسدد وبالتالي هنا انا محتاج بقى نقطة مهمة ان انا يبقى عيني انا على العميل وانا بموله يبقى في رقابة على الكشف له بشكل اكبر لان يعني خلاني اتكلم بقى بصراحة بشكل اوضح لان الموضوع هنا ايه يبقى نحط ايدنا على المشاكل احنا مثلا ما بنيجي نتعامل مع القطاع المصرفي في حالات كتير بنشوفها على ارض الراقع القوائم بيبقى فيها مشاكل او الاوراق بيبقى فيها مشاكل وبالتالي انا بعمله ريجيت برفض التمويل طب انت هنا جاي تقدم لي ورق مش مظبوط انا هشتغل معاك ازاي ما هو مش هالك يعمل ورق المظبوط يا دكتور فيه لا ثانية واحدة اوضح بس لحضر ريك نقطة مهمة ادارات هنقول هنسميها بشكل اوضح ده نانو في عينيس ده متنهي الصغر الادارات المعنية في البنوك في التوقيت ده بتعملي بتفضل وقفة مع العميل ستيب باي ستيب لان انا عايز اقول لحضر ريك انه ده بيبتدي منك اول كم خمس تلاف جنيه خمس تلاف جنيه لغاية متين وخمسين الف جنيه ده المنتق ده المنتقل ده المنتقل الصغر يعني عايز اقول لحضر ريك حاجة كمان ان الفكرة كلها يعني الاجراءات بتاعته كمان ما بتبقاش صعبة بس الفكرة كلها وقفة على ايه على الورق اللي متقبل احنا في القطاع المصرفي هقول لحضر بيك حاجة انا اللي يهمني عشان اشتغل معك ورقك يبقى سليم كاشف له بتاعك سليم ما هي ده فكرة الورق ده عبارة عن ايه وحيجيبه الورق ده على سبيل المسائلة سألها علي زي يعني خليني اقول متناهي السفر ده انا ما ببقاش محتاج منه في البداية اقول له هاتلي قوائم بقى دخل ومركز مالي والكلام الكبير ده ليه ما ساعته شروط ايه اللي باجي تكلم معه اقول له ايه مبدئيا انا محتاجة بما اجي اتعامل معك اشوف مثلا الاي سكور بتاعك اللي احنا كلنا بنسمع عنه اللي هو بيبقى قافى بالنسبة لكل المتعاملين وقفد الاي سكور بتاعه هو وحش طب هو هنا نيجاتيف ليه ده اول حاجة انا برجع لها طب حضرات متأخر في المسددات طب انت واحد متأخر في المسددات لأحد البنوك مثلا لأحد لان ده كمان دلوقتي فيه توجه ان الاي سكور اصلا يبقى مش جوه البنوك بس لا ده هي بيخش جوه كافة المنظومات عشان يشوف ايه يعني البنك المركزي ااكد انه يبقى فيه معايير تانية نعم التزامه في سداد الفواتير الكهرباء التليفون ويا ويا طب انت مش قادر تسدد الفواتير الكهرباء مش قادر تسدد الفواتير التليفون ازاي حتقدر تعمل مشهور ازاي بقى هدل حضرتك لا انا هنا محتاج عميل عايز يشتغل تاني بجد مش جاي يقدم وراء عشان ياخد فلوس لان ده احدا بنشوفه عميل بياخد فلوسه وبعد كده ما يسددش طب انا استفدت ايه هو انا الهدف بتاع ان انا طلع طب انا شايف ان احنا كده اا ما وصلناش لحل ايه ما هي ده نهاية اي حوار اا ما بين الرأي والرأي الاخر ودكتور احمد صديق شخصي لي وبنختلف يعني لا تمام في العادي انه احنا في الاخر ما بنوصلش الحل انه فيه ناس فعلا يعني دي قلة بتقدم على مشروع عشان تاخد فلوس وتسدد حاجة تاني بتخلينا نقول ان فيه ظاهرة التوريق يعني ايه توريق يعني انا عندي دين برجع قدين تاني فوق الدين بفايدة اعلى منه علشان خاطر ان انا قدر يعني ما احنا حنتواصل ما احنا لازم نكمل حنكمل اه وبعدين البنك الدولي وخلافه وكل المؤسسات الدولية قالت لك انه طبيعا يبقى فيه تعصر على مستوى الفرد والعائلة وعلى القطاع الخاص المشاريع الصغيرة والتبهي هل دا والدول نسب تعصر مقبولة ليه والدول لان انا بتعامل باموال مودعين اللي هم حضرتك وحضرتك فبالتالي انا عشان حضرتك صحة مليون في المدينة بسعيزين ارباح او الفوائد اللي بتدفع للمودعين فبالتالي انا نسب التعصر عني اللي بعمل لها في البنوك مخصصات لازم تكون مقبولة عشان اقدر قد ارباح الحل بقى الحل هنا انا محتاج اي عميل جاي قدم تمويل اولا البنك يفضل وقف جنبه سايد باي سايد من اول خطوة من اول من اول خطوة ليه عشان انا انا كمؤسسة وانا كبنك ابقى شايف الموضوع كله من اوله واخره مش الفكرة كلها انه هو يجيب لي ورق ومحاصب قانوني وختم وكله تمام التمام لا ما تريد على ده لا انا معاهم اليوم في المية لان فيه ناس عارفة تزبط ورقها خليني اقول انه مثلا في مبادرة المتين مليار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حجم انتاجية المشاريع دي قد اي انا حطيت متين مليار من كم سنة طلعوا لي انتاج قد اي صدرت قد اي يبقى معناها ان فيه ناس متمرسة في الخداع انها تقدر تاخد رحوا فين جابوا لي عائدة قد اي العائدة عشرين في المية تمنتاشر في المية الفايدة البنكية سنوي يعني تمنتاشر في المية سنوي يعني حضرتك داخلين في ستين في المية تقريبا دلوقت او خمسين في المية يعني المفروض عندي ميت مليار فوق المتين مليار لكن بالعكس انا ممكن تكون عندي فيه جزء من رأس مالي اهدر اللي بيقوله دكتور احمد هو متخصص في المخاطر وانا عارفة ده كويس بس لازم نوصل لحالة انا لازم اوقف زي بونت حراريك من اول خطوة مع العميل ما بدلش يسايبه ان هو يجيب لي الورق بتاعه وابتدي انا اشتغل على ورق لا دلوقتي برضو في حاجة في البنوك بتتم ادارة الاستعلامات احنا عايزين الاستعلامات دي بقى بجد اللي بتشتغل بجد ينزل ويشوف انا سامع من انتو الاستعلامات الجديدة يبقى الاستعلام الحقيقي الاستعلام الحقيقي اللي بيتعلمه على السوشيال ميديا دلوقتي يعني ديجيال بايتينج ابتدى يحصل انا ببتدي بخش على السوشيال ميديا بتاعت العميل بشوف ايه هو بيعمل ايه الى جانب ان انا بشوف كمان علاقاته ابتدت ادارة الاستعلامات دلوقتي تعمل ايه تنزل تشوف مثلا انت انانو انا بتكلم في عميل زغير يعني هيفتع حاجة بسيطة لا اشوف علاقاته مع اللي حواليه ماشى ازاي طب هي الدول اللي نكحت في مسألة ضم بشكل كبير الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي عملت ايه اكيد دول كتير نكحت يعني احنا ما بندورش على حاجة تايها فوسط الكون صحيح عملوا ايه وليه ما بنشتغلش على تجارب الدولية اه تتناسب مع ظروفي ايضا يعني ما تبقاش بعيد نمصرها اه ولا ده صعب اللا اجوزقية دي انا هقول لحضرك عليها عندنا بس مشكلة رئيسية فيه تسخيف مالي يعني ايه تسخيف مالي يعني لازم المواطن بنثقف يا دكتور ثانية واحدة بس تسخيف مالي ليه انا وانتي احنا عرفينه امام لا بنثقف الناس ولكن هيوصل ايا مش في تسخيف مالي انا بوصل لمين لمستوى القرى والنجوع البنوك اه بتدي تتجه وتروح في يوم الشمول المالي وبتدي تعرف الناس بس احنا محتاجين ده يتم بشكل اكبر هسقفهم ماليا ازاي حضرتك احنا في ايدكو احنا عندنا كم موبايل الناس موجودة من التكلم في حوالي تسعين مليون موبايل هاتف زكي ده فيه ناس معابد لموبايل ثانية وثلاثة فبالتالي انا محتاج اوصلهم وثقفهم ماليا من خلال الحاجة البسيطة دي حاجة الموضوع مش صعب بقى هنا انا عايز اوصله الثقافة المالية ان هو يبتدي يتعامل مع البنك وانه هيلاقي قروض متناهية الصغر عشان يبتدي يشتغل من خلال ايه الميديا مش كل الناس بتتفرج على الشاشة وبالطبع اخبار لا من خلال وسهل التواصل الاجتماعي اللي موجودة اللي بات منتشرة نبتدي نوصل للناس دي يبتدي نثقفهم نعرفهم عشان نتعذبهم ابسط نموذج دكتور رحمد يتناسب مع الزروف المصرية والشخصية المصرية ايه دكتور رحمد ابسط نموذج المصرية ترفع رأس مالها الميت مليون جنيه كحد اقصى فبنقول لا يعني احنا مش عايزين ده الصين عملت ايه يعني انا ادور من الدولة رقم واحد بالفعل اللي هي تعتبر رقم اتنين كان ناتج محلي اجمالي لانت تعتمد على السلح واللي عملته دائمي نسبني هنا في مصر اكيد نسبنا عدد السكان اللي عندها كبير المواطنين حددت عدد الافراد لكل اسرة انت المفروض انت تنجيب قد ايه عشان نقدر يعني نسيطر على النقطة دي اللي بالنسبة لنا هي ازمة وبتتفاقم حولتهم الى صناع كلهم صناع حولت انتاج السلع الى كذا كتجري مفيش حاجة اسمها مواطن الصيني ثقافته زي المواطن المصري احنا هما كانوا ايه زمان انا بتكلم من عشرين سنة لما كان والدي بيجيب لي حاجة صيني اللي هو فكرة لازم نبدأ لازم نبدأ اللي موجودة في السوق لان انا عندي فيه مشكلة في سلاسل الامداء انا ما بعرفش اجيب من الصين حاجات دلوقت الصين صدرت لنا كرونا وهي لسه بدأ يبقى عندها كرونا ولسه بدأ تعمل انفتاح الشهر ده فاحنا هنا ازاي اسد الفجوة دي ازاي اشوف على المنتجات صنع في مصر بنسبة كبيرة جدا حتى ولو كانت الصناعة رديئة حتى ولو كانت الصناعة على تلات مستويات حتتحسن لما تبقى رديئة اول طارح هيشتري المواطن الممعهوش فلوس يا فندم هيشتري واغلب المواطنين ما معهمش فلوس ان هما يشتروا البضاعة الجيدة وكانوا بيشتروا البضاعة السيئة بتاعت الصين عشان هي كانت بجنيه والمنتج الامريكي او المنتج الياباني بعشرين جنيه زيها زي العربيات انا كان عندنا صناعة عربيات وكان عندنا النصر العربيات واغلبنا كنا ركبينها قبل كده طيب هي دلوقتي بنتكلم على بالعكس السيارة ان شاء الله تبقى فاخرة جدا وكهربائية موجودة بس هل ده يمنع ان يبقى عندنا سيارات صغيرة يعني طالب الجامعة يجيبها موفرة بالغاز ده ما يمنعش مع فكرة انا مع فكرة انا مع فكرة بما فيهم الانتاج الردي حتى لو ردي انا الفكرة كلها مشكلة ان هو حتى لو ردي نقطة تانية كمان نقطة تانية عايزة بس اأكد مع دكتوراني نقطة تانية حتى لو المنتج كله توتالي مش مش بالجودة العالية مش هنقول بالجودة كمان لا انا عايزة زود من الانتاج الانتاج بتاعي من خلال ايه المكونات المحلية تزيد يعني حتى لو انا مش قادر انتج على سبيل المثال ده كله بمنتج محلي او كله هيبقى جاييل ومستورد يبقى نسبة على الأقل من 70% منه محلي عشان اوصل للجودة المقبولة اللي تلاقي الازواء لان احنا عندنا ازواء كتير فيه ناس بتأهوى ليه اصلا الناس بتاعي تروح للمستورد عشان ابتدى يشوف منتج احسن طب انا دلوقتي في ازمة هي فكرة الازياء واحيانا بيبقى ارخص اهي وزي ما الدكتورة رواني اكدت على نقطة ان الناس بتروح تشتري المنتج السيني اللي هو زي خلوني اقول بس لحضرات الكلمة صغيرة الازياء والموضة كانت بتتغير لي ما كانتش بتتغير زمان يعني كان الواحد بيشتري بدلة واحدة بتفضل عايشة معاه بالسنين بدأوا يخلوا المنتج بتاحها الكواليتي بتاعتها جودتها رديئة عشان تقدري ان انتي توفري كذا حاجة خلقوا فكرة الموضة عشان تشتري كذا حاجة ما بقيتش تشتري المنتج علشان هو براند عسان حاجة في الدوني وبالعكس بقيت فيه براندات موجودة في مصر او فيه مركات موجودة في مصر صيني وخلافه نوحها رديئ جدا وبتستخدميها لمدة زمنية اقصر ولكن انتي الدخل بتاع المواطر قادر يجيبها دلوقتي وحيقدر يستبدلها بعد فترة انا بس فيه محترح انا ما حابب اقوله فانا محتاج قبل مطلع بالمنتج سواء كان رديئ او كان عالي الجودة دكتورانيا يعني من تجاذب الحوار دايما ما بيننا كنا باخد منها خدت منها حاجة دلوقتي انتي قلت ايه المرتب بتاعه او الدخل بتاعه طب انا قبل ما ابتدي انتج المنتج نفسه اشوف السوق اللي موجود عندي لا قبل ما اشوفه محتاج ايه هو اصلا الدخل بتاع المواطن قد ايه وهو هيسمح بشرى المنتج ده عشان ابتدي اطلعه له بالجودة اللي تخليه اشتريه بمرتبه ده نعم انا محتاج ادرس السوق الاول ده كلام انا كمواطن صالح مليش علاقة بالاقتصاد اقدر اقوله لكن حضرتك كمواطن صالح لك علاقة بالاقتصاد تقول يعمل ايه اش كده بقوله حضرتك انا المشاكل عارفة انا كدولة هنا قبل ما ابتدي انتج في المنتجات انا محتاج اشوف هل المنتج اللي هينزل ده هيكون قابل قابل واحد ماديا او اللي بيدفعه المواطن من جيبه ده اللي هتحدده المصادر اللي هتمول ده نمر واحد لا مش المصادر اللي هتمول اللي هينتج اللي هينتج ده نازم يتعامل لانه ما ينفعش اننزل منتج موجود في السوق بجودة عالية شوية محدش هيشتريه وبالتالي هبتدي التجه اللي نعمل ايه اصدره وانا نحتاج عملي اكتفاق ذا ده 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 مهم عشان اقدر اطلع به من السوق اقتصاد غير الرسمي لو انضم الاقتصاد الرسمي دكتورة رانيه ايه فرق معنا ايه فرق معنا جدا احنا بنتكلم ان نثبته 25% 25% ده احصائية وزيرت التخطيق النقد المتداول خارج القطاع المصرفي اكتر من 600 مليار جنيه مصري المتداول خارج القطاع المصرفي كم يا فندم اكتر من 600 مليار جنيه مصري دي ظهرت المستريحة ده نقد خارج القطاع المصرفي مش جوه البنوك ما نفهمه القطاع غير الرسمي ايه فرق ايه 10% من القطاع الرسمي تقريب لا حضرتك قلت رقم اكتر قلت 25% هي وزيرة التخطيق دكتور هيلة بنفسها قالت انه هو 25% وقالت كمان لانه انا بحترم دقتها بصراحة انه طبعا كلنا بنحترم جميع رؤوسها انا وقالت انه هي نسبة غير دقيقة لانها بتعتمد على جامعة البيانات وانتي مع الجامعة البيانات والاحصاءات يعني هنا لما اكون دقيق جدا وانا بدي المعلومة اللي قدامي بيحترمني والقدامي بيشتغل وراي وبيكمل معي مش بيشتغل ضدي فكرة الافصاح المستمر ده تنقصه هيئات كتيرة جدا اني افصح هو الرقم تعريبا لو اتكلمنا الوداع اللي موجودة هو القطاع المصرفي بنتكلم في حوالي 6.5 تريليون جنيه مصر ده رقم خراف يا فندم 6.5 تريليون لما نيجي بقى ناخد قصاده الستمية وشوية اللي هم خارج القطاع بقى بنتكلم تقريبا في حدود العشرة لا وستمية وسبعين مليار اللي دخلوا بشهادة هي 18% واللي كان منهم نسبة كبيرة من خارج يعني كان فيه مسحة فيه نسبة بو وبره كم نكيم تقريبا بالمناسبة أنا اللي شايفه من خلال 40-60 حدود 60 من بره القطاع ليه عشان نسبة الاسترداد هنا دي كانت نقطة حاكمة لان انا عشان اجي اكثر الوداع اللي عندي وخش فيها لانها مد سنة الستين هو الجديد الستين انا شايف ان هو بنسبة جديرة يعني هو قدرة من نسبة اليقطة في الجزئية دي عشان الموضوع الاسترداد نمرة واحد ده هيقدي لخسارة أنا الناس كنت بتسألني نعمل اين فتكة تفكت ليه وانت 14% ودي 18% ودي كم سنة ودي كم سنة دي مدد سنة انا هر حرك بالمناسبة كانت العملة بتروح تقعد احد البنوك كان فتح يوم السبت جمعة وسبت والملة بتنزل بتشوف بيحسب هو هيخسر الدقيقة وليه با اتواجبت ظاهرة المستريح رغم النفيدة يعني هي دي مشكلة انا زي ما قالت كده استاذتنا الفاضلة المشكلة احطها وعد ادرسها نوعد قانوني يدرسها تشريعي طبعا مصرفي اسواء مال فيه عندنا مشكلة طبعا طيب وده برضو يدخل تحت الاقتصاد غير راسي طبعا دكتورة رانيا مشاركة القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعد ده يفدنا في ايه بظل الظروف دي طبعا يفدنا جدا المهم انه القطاع الخاص يبتدي يحط ايده في ايد القطاع الحكومي وفي ايد الدولة ويبتدي يتصالح بسرعة ويبتدي يشهر باهميته خليني من النقطة دي اقول انه طبعا بدا فيه هنا مشكلة من القطاع الخاص انه هيبتدي يتجاوب ازاي مع القرارات الجديدة والعشر مليار دولار رغم العشر مليار دولار دول مش كتير وبرضو حسقتها على سوق المال لانه هي رغم انها مش كتير لكن الاربعين مليار دول اعلى من رأس المال السوقي اللي موجود دلوقتي في برصة اعلى منه وتقريبا يعني ده معناه ايه ده معناه حاجة كتيرة بس خليني في النقطة دي اللي انا عايز اقولها لان حضرتك عايز حلول وانا بحترم الحلول الفلوس اللي موجودة دي زائد الاقتصاد الموازي زائد دخول القطاع الخاص جوه يعني زيادة بقى لان احنا هنا بنتكلم انه زادت الاستثمارات نسبة الاستثمارات الحكومية على الاستثمار بصفة عامة يعني القطاع الحكومي من الانفاق وصلت لغاية عشرين في المية وكانت اقل وبقول ان القطاع الخاص نسبته تقريبا هو كان 24-25 في المية بقول اصاد وكان القطاع الحكومي لو هنتكلم بالمليارات تقريبا في حدود 761 مليار اصاد انا يعني مش متذكرة 200 مليار جنيه للقطاع الخاص طب ليه هنا الدولة في الاول زحمت لو فيه مزحم احنا قبل ما الدولة تدخل تزيحم القطاع الخاص كان بيعمل ايه مش كل القطاع الخاص طبعا مع احترام الاكهزات التلفزيونية اللي موجودة مدئن ايجبت صنعة مصرية الكلام ده كله القطاع الخاص كان شغال تاجر نسبة كبيرة منه كان شغال اخطف وجري هات نصين بضاعة رديق ارميها في السوق المصري بوز بعد اقل من سنة بضمان شهر واحد بس ترني البضاعة اللي عندك وموجودة في الهايبر وبالتالي ده خل القطاع لو احنا هنشتغل بفكرة وحنتكلم بفكرة لو كان في الخير يعني ما كانش احنا كده مش بنعمل حاجة يعني اصد ايه احيانا الحقيقة بتبقى مؤلمة ولو حضرتك بتقولي ده حقيقة فهو مؤلم هو حقيقة بنسبة يعني فهو مؤلم لكن اقصد اقول في لحظات في عمر الشعوب والاوطان بيبقى لازم من حلول لازم ان انت يتفكري اصد انت كمان ما هو العالم كله ملطوط بالمشاكل والتضخم انت كقطاع خاص هتاخد فلوسك تروح توديها فين تمام ما ديكي شايفة ايه بيحصل برا تمام مع روسيا صدرة اموال امريكا صدرة اموال وهذا ده منطقي صحيح لا يعني اقصد هنا مش بكلم على منطقي او غير منطقي بكلم على انه واقع حاصر حضرتك تقصدي ان الفلوس لازم تبقى جوه الدولة وبالتالي لازم ان هي تنشط الدولة طبعا طبعا ولازم تنشط الاستثمارات ونازم نبقى احنا مشكلتنا الوحيدة الزراعة عندنا فيها مشكلة الصناعة عندنا فيها مشكلة مشكلتنا لا قوليني المشاكل اللي تخلي القطاع الخاص ما يبقاش متحمس انه هو يحل محل او يشارك اولا ممكن تكون القطاعات غير جاذبة اللي بتطرحها الدولة ده رقم واحد ممكن تكون نسبة ربحيتها يعني ما يقتنعش بيها القطاع الخاص ثانيا القطاع الخاص بيكلمها كرجال اعمال انا يعني مش زرار هتدوس عليها وتقولي دلوقتي حالا في خلال السنة دي الفلوس دي هدخها في حين ان الاستثمارات العربية بتضخ بنسب كبيرة فوق العشرين مليار دولار ودخلها السوق المصري ففا اشهر قليلة جدا لانها جد عدقت اه الاتنين جدين بس لان المستثمر العربي برضو يعني ما حصلوش عرقين لقد المستثمر المصري يعني انا قلت انه هو كان غير جاد في الصناعة طبط وهنا هنتقل معاك بقى النقطة تانية انتي دلوقتي حضرتك بتقولي ان فعلا المستثمر العربي او المستثمر الخارجي ما بيقابلش عرقين ده بيقابل طبعا في حاجات بيشتريها بالفعل وبنرجع عليه وبنقوله انت مشتريتهاش وفي مشاكل في الشراء اراضي نفس القصة ودهار هنا هنا الدولة ابتدت يمكن ده كان واضح في اخر حاجة اه اتقالت من سيد رئيس الوزراء قال ان احنا هنعمل حاجة اسمع الرخصة الزهبية عشان نبتدي بالفعل بالفعل طب انا عايزة اسأل سؤال بقى هو ليه رخصة زهبية للراجل المستثمر الخارجي وما نعملش ليه رخصة زهبية وقال المحلي والأجاو للتنيد للتنيد يعني السؤال ان دلوقتي ده هيبقى موجود طبع هل انا بقى هبتدي اسهل الاجراءات برضو في خلال عشرين يوم في المحلي اخذ منك بمعدة اذنك مش بقى قطعك هي اصلا موجودة شباك الواحد في قانون الاسمار لا الموضوع تاني بقى حاجة اسمع رخصة زهبية لا هنا يعني ايه السيد عزة بتسألنا الحلول هي اصلا موجودة ولم تطبق هي المشكلة ان الناس خايفة الكلام حل رخصة زهبية في خلال عدد ايام معينة هتاخد الرخصة هتقوم تشتغل طب ما كان فيه شباك موحد ما عملته ليش ليه خايفين من ايه مش يعني من عدم الجدية تقصدي اطبع هنا الجدية هي اللي حتقول لي الجدية ازاي درايب دي مشكلة تانية طب انت شايف انا كمستثمر هبتدي ادخل جديد جوا السوق اه الدولة بتقول ان احنا فيه توجه نحتاج حوافز نحتاج حوافز زي ايه ممكن تديني اعفاء لمدة سنة او اتنين في البداية بعد كده ممكن حضرتك تبتدي تقصط لي الضرايب محما كان نوع المستثمر مستفى احنا عايزين استثمار على ارض الواقع ولا عايزين نقول بقى ايه محما كان نوعه لا بالعكس احنا عايزين استثمار وعايزين بسرعة وعايزين رجال صناعة بسرعة وعايزين اقتصاد بسرعة لانه احنا بنواجه مشكلتين المنافذ التانية موجودة وجهزة احنا محتاجين احنا اللي نستفيد بها في البداية مشكلة امن غزائي على مستوى العالم وده ما كانش كلامنا بس ده كان كلام دكتور محيدين وبتكلم في الاخر مؤتمر امن غزائي احنا دلوقتي قاعدين بنقول صناعة 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 ليه عشان اكتفاء ذاتي طب انا عايز اكتفاء ذاتي بقصد نمرة واحد درايب ابتدي يبقى في حوافز اكتر بالنسبة للتأمينات لان اغلب المستثمرين لما بيجي وشتغلوا ببيقامنوش على كل العاملين طب انا واحد داخل اشتغل في قطاع خاص فرق مش بس والتأمين على النشاط كمان ايه لغير التأمين احاول لحضرتك حالي احد المشاكل لا القوية اقصد ده احد المشاكل لي يا فندم وهو التأمينات ده انت بتهدر جزء من موارد الدولة نمرة واحد نمرة اتنين المواطن نفسه اللي داخل يشتغل اللي هو معرض في اي لحظة ان هو يخرج ده لما احتاجت بي له امان بس يا فندم عشان ابني صناعة قوية لازم بقى فيه ولاء نمرة واحد من اللي شغال معايا وما انت هتشتغل من غير قوة عاملة لا الرجل اللي بيشتغل ده لما انا كمان ابتدي ادي له الحوافز اللي تأمين له وجوده جوه المكان وهيبتدي ايه معدل الانتاجية بتاعه ممكن نقوله في نقاط القطاع الخاص كعوامل جذب واحد لزيادة محفزات ضريبية سواء كانت تأجيل تقصيد على هنقول مستوى متوسط العجل خمس سنين مثلا نمرة واحد نمرة اتنين فيما يتعلق بسداد الاراضي او المصانع او احنا عندنا كزا نوع من الضريبة الضريبة العقارية الدولة عليها هنأجل لمدة خمس سنين ودي انا شايف ان هي خطوة وويسة جدا محتاجين نبتدي انقصة يعني معدلات سداد الاراضي او ملكيتها بقى او هو الدولة قالت هنعمل حق انتفاع مفيش مشكلة بس برضو هي مش بتبيع اراضي هي محتاجين يبقى فيه سنوات اكتر لسداد تماني الارض عشان برضو ما يبقاش فيه كاهل اكبر على المستثمر في كمية الارض فان الارض من الاصول ذات التكلفة العالية بتأثر عليه بتأثر عليه في التكلفة فبالتالي هيكون معدل انتاجياته اقل نحن عايزين نزود المعدل بتاع انتاجياته قالي انا لما ابتدي اقدم له التسهيلات دية على ارض الواقع الترخيص الدرائب سرعة الترخيص الترخيص دي مهم جدا جدا عشان يبتدي يشتغل بسرعة تقليل الدرائب ولا تأجيل فترة تأجيل انا ما اقولش تأجيل لفترات اه انا اقصتها حضرتك نازم اقصتها تمام بشكرك دكتور احمد شو دكتور عرانيا مصانع تسليم المفتاح تفعل فورا عندنا مصانع في جميع المناطق على مستوى الجمهورية وفي خريطة ليهم تفعل فورا والخريطة دي تفعل بانا محتاج ايه ده يشتغل اللي على طريق السويس ده يشتغل اللي على طريق مش عارفة اليوبية ده يشتغل على طريق كذا ده يشغل كذا كذا ده منسجات ايه الحاجات اللي بتسد الفجوة المحلية واقدر ان انا اصدر وتجلب لي عملة اجنبية او بتقلل من تحويل من مصري الى اي عملة تانية يبقى دي رقم واحد اشغل المصانع دي سوق المال افعاله ما سيبهوش سوق راكت لم يافيه ولا اي حاجة بنقول انه 40 مليار يعني اكبر بكتير من سوق البورسة الدنيا مش كلها سندات الدنيا مش كلها ازون الدنيا مش كلها استدانة انا في عندي حتى لما بتكلم عن التمويل الاخضر وتخدير اسواء المال انا بتكلم على مشروعات ممكن المواطن يقتدي اقتطل فيها طرح قناة السويس لما طرحنا شهادات قناة السويس الناس واثقة في الدولة اللي راحوا للمستريح تمام بارقام خزعبالية راحت للدولة وكانت واثقة ان فلوسها هترجع الدولة تعمل مشاريع تترحف سوق المال او الطرح ال40 مليار دولار او خلافه او الفنادق او الكلام ده كله اللي قاله الرئيس الوزراء علشان ابتدي اجزب السيولة اللي بره المصارف وبره سوق المال انشط سوق المال لان هو اللي هيجيبلي الستثمارات العربية والمحلية اهم حاجة ان اقول محافزات الضريبية محافزات الضربيية مهمة جدا ولكن الاهم منها هي عدد يعني الضرائب لا وعدد وعدنا 27 ضريبة نقلل عددها نختصرهم كمان الترخيص اللي موجودة جواه سواء هيئة الرقاب المالية اللي انا طبعا لها تفعل يعني لما اخدت 5000 جنيه انشاء في يوم واسيب الشركة بملايينها بره ده ما ينفعش اللي موجودة برضو وزارة الصناعة تفعل نبتدين بص عليهم ونفعل الصناعة وصولنا صناعة وزورك دكتورة رأيان بردي للأسف الوقت تخلص وبشكرك دكتور أحمد شوقي ومازال الملف للحوار مفتوح لانه القضية قضية في غاية الاهمية كلنا لازم نبقى قد المسؤولية بشكر حضراتكو اشوفكو بكرا على خير مع التحيات يا عزيزة مصطفى وإلى اللقاء اشتركوا في القناة